موسيقى 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 الوقوف على ضفة نهر دون الاعتراف بوجود ضفة أخرى لا يحول النهر إلى بحر والاتجاه إلى جهة بعينها دوما سواء يمينا أو يسارا أو وسطا لا يعني أن الجهة الأخرى غير موجودة فطبيعة وقوانينها تفرض واقعا يمكن أحدنا أن يراه بجوانبه كاملة وهناك من يراه من خلال جانبا واحدا رافضا الجانب الآخر وهذا قد يتلبس للوهلة الأولى بلباس الحرية الفكرية وحرية التوجه والحياة فلا يمكن لإنسان فرض تفكيره وفكره ولا معتقده على إنسان آخر إلا إن كان الآخر في طريق خطر قد يؤدي لفقدانه حياته أو يتسبب بكسر دعاء من مجتمعات البشرية موسيقى تعد مشكلة التطرف من القضايا الرئيسية التي يهتم بها الكثير من المجتمعات المعاصرة فهي قضية يومية حياتية تمتد جذورها في التكوين الهيكلي للأفكار والمثل والأيديولوجيا التي يرتضيها المجتمع الفكر المتطرف شأنه شأن أي نسق معرفي هو ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالظروف التاريخية والسياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظروف التي يتعرض لها المجتمع فمن التطرف اللينيني إلى التطرف الوحبي إلى التطرف الدارويني إلى تطرف القطب الواحد الحاكم سياسيا وعسكريا والخطط التي يتبعها للقضاء على الأطراف الأخرى موسيقى أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين إذاعة وطن الفام اليوم تطرح إشكالية التطرف للنقاش مع مجموعة من الشباب العربي منهم من خاض في تجربة وعشها ومنهم من عايش نتائجها ومخاطرها بتقديمها أنا ولا عواد وفي الإخراج في رسجود اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا الأساتذة أولا عبدالوهاب زيدان ومن فلسطين وحياة بوهالي من الجزائر معاذ محمد من مصر وأمير عنداني من سوريا موسيقى 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 بداية بدي مسي عليكم كبير رواء بدون مقدمة طويلة وتطرف وعنف وكل هذا اللي كنت عم بحكي فيه بدي مسي بداية على حياة بوهالي من الجزائر وأبدأ بحديثي معك موسيقى 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 أولا رح تبدي أنت معنا بالحديث لأنك البنت الوحيدة اللي موجودة بين الشباب وهذا منه تمييز بس السيدات أولا أنزا بتسمحوننا باقي الشباب أكيد حياة بما أنه كنا عم نحكي قبل الهواء أنه كل حدا المفروض أولا يعرف التطرف من وجهة نظره فعبدأت له منك أول شي تحكي لنا والمايك معك بس بعدي أصبيعك شوي عن فوق تمام تحكي لنا أنت عن ما هو التطرف من وجهة نظرك أنت كحياة أولا شكرا على الدعوة وإذا بدي أبدأ بتعرف التطرف هو كل ما هو خارج عن العادة أو المألوف لكن اللغة لم تعرف ما هو المألوف أو العادة لهذا الشيء لازم نهتم أكثر بالحالة بالصفة المتقدمة للتطرف عدرا التي هي التعصب يعني التطرف الفكري لما يتقدم راح يوجع تعصب والتعصب هو سلوك سلوك يؤدي إلى عنف إلى نزاعات إلى خلافات في مجتمع واحد هذا الشيء هو بالنسبة لي أهم شيء في التعريف بجملة أصيرة كيف نأخذ كتعريف مشان الباقي يتبنى إذا حكيت شيء بقلب الحديث عرضت حالك فيه فبجملة صغيرة إذا فيك تعطينا عن التطرف التطرف والانغلاق في فكرة في موقف معرفض الحوار معرفض تقبل الآخر معرفض أيضا مع عدم القدرة أو عدم الوعي عن أهمية التحليل وأهمية الفهم والفكر والتفكير أيضا شكرا لكي حياة من أنتأل أمير بما أنه جنبك مسار خير يا أمير أمير من سوريا بما أنه اليوم الحصة الأكبر يمكن لأنا بيأتطرف مو؟ أي مو؟ نعم تعرفتنا بس لو سمحت مفهوم التطرف مثل ما حضرتك بتشوفه أول شي برحب فيكن وبشكركم على هذه الدعوة الكريمة هاي هلأ التطرف فيه كتير إشكاليات وفيه كتير مصطلحات وكلام وأخذ وعطة بس إذا بدنا نحن نحكي عنه لغة هو تجاوز الاعتدال يعني هو عكس الوسطية والتوسط الصلاحا ممكن بيقولوا أنه الغلو أو التشبس بالرأي اجتماعيا بيشوفوا علماء الاجتماع أنه هو الخروج على المفاهيم والعادات والتقاليد أو المفاهيم العامة بأي مجتمع كان بأي موضوع كان أكيد التعريف واضح ولكن يمكن بعد شوي إذا موافقين الشباب بدنا نفوت بجدلية من وضع الوسطية ومن قرر أنه هذه وسطية فأكيد بعد شوي رح نأخذها وشكرا كتير لتعريفك وأهلا وسهلا فيك يا أمير ننتقل بعد على السيد معاذ اللهي برحب بكم وشكرا لدعوة أهلا وسهلا ولكن أنتوا بدأتوا برضو جزء من التطرف ونعمل أنتوا قلتوا السيدات أولا ليه؟ لا هذا مو تطرف بس بما أنه ثلاث شباب وبنوتة وحيدة بكما ندللها شوي التطرف من وجه النظري طبقات يعني مش غلط أنه واحد يقتنع بفكرة أو يؤمن بفكرة معين أو يؤمن بطريق معين ولكن الغلط أنه يبص لأي طريق تاني أنه خطأ أو أنه يشوف أي حد تاني أي حد من أين كان فكره أنه ده مش على حسب فكري يبقى ده ماشي غلط أو ده فكري أنا هو الصح فقط وأي حد يعارضني يبقى هو ماشي في طريق الخطأ بل المشكلة الأكبر أنه فيه مستوى أعلى من التطرف أنه يهاجم اللي يعمل كده يعني يتحول العدو يعني حتى وإن كان يرفض فكره لا يرفضه ماشي ولكن لا حاول العدو وحاول يبقى قدامه بالنسبة له يعني مدام غير فكره يبقى هو عدو بالنسبة له يعني سبنا نلخص حديثك يا معاذ بدنا نقول أنه الواحد أولا يقتنع بفكر ثم يرفض وجود الشخص الآخر ثم يهاجمه فيتحول لمتطرف أو هذا هو مفهوم التطرف قمة التطرف شكرا لألك ننتقل بعد على السيد عبد الوهاب زيدان من فلسطين حضرتك لو تعرفنا التطرف أولا يعني سعادة لي أن ألتقي بكم عبر هذا البرنامج وإن شاء الله نخرج برؤية توافقية حول المصطرحات والمفاهيم والأهداف والوسائل حقيقة يعني هذا الموضوع هو من الأهمية بمكان لأنه حديث الساعة الآن ويجب أن نضع النقاط على الحروف أولا إذا أردنا أن نعرف التطرف فيمكن أن نقول هو ميول متضخمة اتجاه رؤية ما ينطوي على نظرة إقصائية نظرة عدائية للآخر سواء الآخر كان دينيا ثقافيا فكريا اجتماعيا إلى غير ذلك فلو دققنا النظر سنجد أن التطرف يرتكز حول أمرين الأمر الأول ثقافة الأنا الأمر الثاني إقصاء الآخر يعني هذا باختصار يعني تعريف التطرف شكرا لمشاركتك عبدالوهاب نرجع بالسؤال الثاني لعندك حياة بدنا نعزبك اليوم معنا مبدئيا أنا بحكي الفصحة بوقت اللي بتكون بس طالما عم نقدر نتواصل مع بعض باللهجة السورية اللي عم بحكيها فكمان كتير منيح بما أنه نحن كمان أغلب اللي عم بيسمعونا هنين بيفهموني يعني ببقى وصل الفكرة تبعي لألهن بدين تقول لك حياة وأسألك أنه وقال لك بالأول بيرتبط التطرف بالعديد من مصطلحات من التعصب أو الجمود العقائدي والانغلاق العقلي وعدم تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقدات الشخص أو الجماعة أو التسامح معاه وهذا الشيء اللي حضرتكن هلأ ذكرتوه ولخصتوه طيب هلأ برأيك أنت هل ممكن أنه تأدي فكرة يعني الواحد متعمق فيها جدا لا أنه ينتقل من الأقصاء يعني يأخذ الفكرة وينتقل للأقصاء والقتل؟ طبعا هذا الشيء أكيد وعدنا أمثلة كثيرة عليه لأنه يؤدي لأنه التطرف راح يبدأ مرحلة مرحلة لحتى يصل إلى أعنف أعنف الصفات وأعنف المراحل هذا لأنه لم تكفل بهذا الموضوع يعني كان يتطور يتطور طبعا أبل ما نحكي عن تطوره هل برأيك أنه هاي الأفكار اللي نحن نتعمق فيها من وين إجت هل ممكن الواحد يدفع فعلا عمره أو حياته أو يزيح حدا آخر بسبب معتقدات تاريخية مثلا أو معتقدات دينية أو أيا تكون هل هي الأساس المعتقدات الرسخة اللي هي موجودة عند الإنسان بشكل عام هي السبب في أنه ممكن تخلق له تطرف؟ طبعا أسباب التطرف هي هي عديدة وهي اللي تأدي أنه الإنسان يوصل مراحل العنف لأنه لو نأخذ مثلا السبب السبب الاقتصادي صعب المعيشة هو راح يأدي للشخص أنه لمرحلة اليأس حتى يوصل به الطريق للعنف أسباب سياسية أسباب دينية أيضا يعني وعننا أمثلة ما بعرف إذا راح نتكلم الآن على الأمثلة لكن أسباب التطرف تؤدي إلى العنف طبعا اللي هي الأسباب التي ذكرت أنها ممكن تكون اقتصادية بس نحن كنا كنت عم بسألك عن موضوع المعتقدات التاريخية حسرا يعني في شيء نحن عملت حرب علي لليوم واضح من 1400 سنة مثلا أو في أشياء بقبائل مع بعض هل هذا الشيء موجود عند فكر شباب خلينا نقول عربي بما أنه الموجودين كلهم عرب المفروض هل هذا موجود لليوم هل هو اللي عم بدعونا نحنا كمعصرنا أجيال سابقة ولا شفنا حروب سابقة ولكن اليوم نحن متمسكين بأفكار قديمة فبس كان بدي منك هل هو هذا الشيء ممكن نحن عم نعيشه اليوم ولا لا إن كان باليمان أو سوريا أو مصر أو أيا يكون بأي كل البلدان العربية اللي عم يصير فيها حروب أو نزاعات أو إلى آخره نعم هذا الشيء هذه النقطة كتير مهمة لأن الشاب في العالم العربي من صغر السن يطلقى الأفكار يطلقى المعلومات ويطلقى أيضا كل شيء يعني يعني يطلقى ويفرض عليه يعني ما كانش فرصة في التعليم في التربية في الأسرة في المجتمع أو في أي منظمة منظمات المجتمع أن الفرد أو الشاب هو يفكر بحد ذاته هذا الفراغ الفكري وفرد المعلومة وفرد وفرد التقافة طبعا هذا تطرف هذه أسباب لأنه في مجتمعاتنا كلنا نتلقى كل شيء نتلقى إذن التلخيص نكتسب الاكتساب اكتساب كل شيء اكتساب الثقافة اكتساب الأفكار هو أيضا تطرف من تطرفات مجتمعات العربي إذن اللي موجود عنا بالمجتمع العربي هو تلقي المعلومات إن كان من الإعلام ولن كان من أي جهة أخرى شعب متلقي من فكرة التحليلي أو النقدي غائب عن عقول معظم الناس اللي موجودة فيها وهذا الشيء موجه لنا لكي نكون بهذا المكان هذا السبب اللي بتشوفي أنت أكبر سبب عم بيؤدي للتطرف في اليوم نعم طبعا أكبر سبب هو الفراغ الفكري والفراغ الفكري هو عنده أسبابه أسبابه سياسية لأن النظام الترباوي لا يسمح للطفل أنه يكبر في محيط حيث أنه يقدر يفكر يبدع ينتج أفكار ولا الشاب يعني مكان السياسة أيضا ما بتسمح والمجتمع ما بيسمح والعادات ما بيسمح وأيضا الدين ما بيسمح مو الدين محدداته لكن الدين الدين اللي منعيشه المجتمع نحن ناقش هذا الموضوع أكيد بس بدك تعطي المايك لأمير بعد أذنك بمشان ما تصير القصة أنه أنت أول وحدة وكمان عم تحكي كل شيء بصير في تطرف نسائي بالموضوع أمير بأول حلقة كنت عم قلت لك نحن من سوريا وقصده تماما اللي نحن عم نحكي هلأ نحن اليوم عم نعيش ونشوف ما يمكن تسميته تطرف عقائدي وفكري بسوريا على سبيل المثال فهناك فصائل عسكرية تخوّم فصائل أخرى لمجرد الاختلاف بفكرة محددة هل يمكن أن نصف ما يجري أو بالأحرى ما وصلت إليه سوريا بنتائج التطرف وهل يحق طبعا هل يحق أن نكون متطرفين بسبيل تحقيق الخير أو العدالة أو العدل مثل ما نحن شايفينه مثلا أو أي جهة أخرى شايفته بالبداية أول شي بدنا نأكد أنه بالنسبة للمفهوم التطرف لعنى كنا متفقين بالنسبة 100% تقريضا أنه مفهوم التطرف هو الشزوذ بشكل أو بآخر عن الشيء اللي ساري بهالمجتمع بالنسبة لتاريخيا بالنسبة لتاريخيا للتطرف فكان في عنا أمثلة كتيرة إن كان في أوروبا وإن كان ببلادنا العربية وأوضح مثال حاليا هو اللي عب يصير بسوريا فالتطرف حاليا بسوريا هو ما كان وليدة اللحظة أو وليد الأحداث نحن عندنا تاريخ كتير قديم بالمفاهيم المتطرفة أو إن كان بالتطرف السياسي أو كان بالتطرف الديني أو كان بالتطرف الفكري كيف يعني تطرف سياسي؟ مثلا سياسة الحزب الواحد سياسة القطبة الواحد كما أنت بمقدمتك حكيتي وانتقلنا كمان لموضوع التطرف الديني فصار نفس مثلا كدين كدين إسلامي مثلا نفس نفس الملة أو نفس العقيدة هن صاروا يكفروا بعضهم أو يمرسوا التطرف على بعضهم إن كان داخل الشيعة أو داخل السنة أو بين بعضهم هذا الحكي قبل الثورة طبعا قبل الثورة ولكن ما كان طافي على السطح الأحداث اللي صارت بسوريا والثورة اللي صارت بسوريا خلت هالشي يتغال السطح أكتر بشكل أكبر وصار واضح سينحكي فيه بالأعلام سينحكي فيه بالمجتمعات اللي نحنا عايشينا بس ما جاوبتني يعني هلأ نحنا اللي عايشينه بيخلينا نحنا مثلا أنت عم تحكي عن المتطرفين أو عن التطرف اللي عم بيسير بسوريا هل هذا الشيء مثلا بيسمح لك إليك كأمير أنك تكون متطرف بفكر نشر الخير أو العدالة هل ممكن نحنا يعني نوضع مفهوم التطرف مقابل العدل يعني مثل مثلا إذا حطينا مصطلح جريمة وشرف يعني فيه مصطلحات مع بعضها بتعمل ميكس سيء على الأذن فتطرف بالعدل بيصير؟ هل هو نظريا ما بيصير ولكن لازم يصير ليستمر المجتمع نحنا عنا رح يكون فيه خلل التطرف رح يساوي خلل اجتماعي خلل اجتماعي ببنية المجتمع ككل فوقت اللي بدي يكون نحنا لازم نحاربه حتى لو كانت مو ما فهيم خاطئة بطرق خاطئة ولكن لازم يحارب هذا الشيء بطرق خاطئة؟ ممكن يحارب بطرق خاطئة مثلا اللي بيصير حاليا هو يحارب بطرق خاطئة وقت اللي فصيل بيقاتل فصيل وهتطرف هذا اللي بيصير هذا هو عم يحاول يساوي عدالة ولكن بطريقة خاطئة يعني عم يقدر يطرف للعدل عبي يطرف للعدل ما هو هذا اللي عبي يصير ما هو كل شخص عبي يحس حاله اني انا عبي أطرف للطرف اللي صح للطرف اللي انا اللي انا بيمثله اللي هو الطرف الصح بدي اسأل سيد عبدالوهاب عن موضوع الطرف الصح يا ترى من هو الذي يقرر من الطرف الصح بالشي اللي كان عم يحكيه امير أو اللي عم تحكي حياة أو اللي بده يحكي لسا معاذ بعد شوي برأيك بمثال سوريا خلينا نقول الكتائب الممكن عم تواجه بعضا أو الناس اللي عم تواجه بعضا إن كان بسوريا أو بمصر أو اليمن أو إلى آخره من هو الذي سيقرر ما هو العدل أو ما هو اللاتطرف نعم حقيقة حتى نكون دقيقين في المصطلحات وحتى نقضع الحروف في هذا الجانب يعني أنا نمى إلى سمعي قضية أنه بدأت أن هذا كان ميراث تاريخي وأنه هذه الإشكاليات العرقية أو الصراعات القبلية بدأت من 1400 سنة لكن الحقيقة التطرف هي نزعة إنسانية موجودة داخل الإنسان لكن الإسلام لما جاء يهذب النفس البشرية حقيقة العرب يعني اليونان كان لهم حضارة الصين لهم تاريخ مقاطعة صغيرة 1400 اللي ذكرتن هي لا تدل على بداية الإسلام يعني لم يكن أنه وجود التطرف بي الشرق الأوسط هو بداية الإسلام حتى ما تصوق الفكرة اللي أنا حكيتها بهذه الطريقة هي لمجرد مثال على أن التطرف هو وليد موروثات قديمة وأشياء تاريخية مستحضرة بواقعنا وعن بتخلينا نندفع للتطرف وهلأ فيك تكفي هي يعني حتى أن العبارة لا تحتمل أكثر من معنى يعني أنا أردت فقط مجرد توضيح للعبارة يعني طبعا الإنسان قد يخونه اللفظ أو يخونه التعبير أحيانا وهذا أمر سهل يعني لا نريد أن نتعامل مع الحساسية مفرط يعني في هذا الجانب لكن حقيقة أنه العرب أصلا كانت كل قبيلة لوحدها تمثل حضارة لكن حضارة السلب والنهب والقتل هذا موت عميم والسفك هذا جانب من التاريخ طبعا يجب أن نمتلك الجرأة الكافية حتى نعترف بهذا الأمر لكن اعتراف بمسؤولية حتى نعالج مثل هذا القضايا نعرف جذورها لكن حقيقة لما جاء الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام العرب كانوا ققورون الثور لا يجتمعان أبدا لا يجمعهم لا شعر عن ترى ولا كرم حاتم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كظم غيظه سامح كل التسامح حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا قبلوا لفي ضلال مبين الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى القلوب والأرواح بالبسمات الرسول عليه الصلاة والسلام ظل يتبسم يتبسم حتى اشترى القلوب والأرواح بالبسمات حتى قيل لأحد العلماء ما هو السحر الحلال قال تبسمك في وجه الرجال فنحن يجب أن تسود عندنا ثقافة تقبل الآخر مستمعين عن جديد أهلا وسهلا فيكم بعدنا مستمري معكم على هواء وطن FM وبساعة حوارية مع الشباب العرب وكنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن أصل التطرف الموجود بالوطن العربي على وجه التحديد رغم أنه كنت حابة يا شباب نحكي عن التطرف عند الإنسان بشكل عام ولكن الشيء بالشيء يذكر ولامعاذ اللي جاي من مصر فأعود يسألك أنه فيه ناس بتقول لا يفل الحديد إلى الحديد هاي بداية أنا من دام حضرك قلتي الأول أننا عايزين نتكلم عن التطرف في الإنسان مش بس في الوطن العربي أنا عايزة أذكر أول حادث التطرف في التاريخ من اللي هي؟ أما قبيل وهبيل دي برضو تذكر كنفس الفكر حادث التطرف يعني التطرف مش بس دي طبيعة إنسانية مجرد إن واحد بيوصل لمرحلة معينة من اليقين بإن فكره هو بس هو صح وإن الثاني فكره غلط وهو العدو ممكن يوصل لمراحل أخطر من الإرهاب بس فأنا أقصد إن دي كانت من أول موجود الإنسان على الأرض وهو عمل على الجريمة تسمى أو أحد الحاجات اللي تدل على التطرف دي نقطة تمام أبديس ألك سؤال الآن في بعض المناظرين العرب يقولون أنه التطرف لا يحاربه إلا تطرف مثله بالاتجاه المعاكس فهل برأيك هذا شي صح ولا لا ولماذا؟ وجود التطرف والتطرف المعاكس هيعز الصراعات أكتر يعني مثلا أنا هعتبر أن السنة والشيعة هم الاثنين تطرف بدون أمثلة دينية خلاص خلاص بعيدا عن الفكرة دي هعتبر أن في جماعة متطرفة الفكر وجماعة تانية متطرفة الفكر غيره مجرد أن دي بدأ التقاوم التقاوم التانية بتطرف إرهابي لأنه برضو التطرف نفسه مش معناها بس أنك تقتنع بفكرة أو تحارب عشانها ممكن الواحد يبقى مقتنع بفكرة وجواه ده اسمه التطرف ولكن جزء نوع من نوع التطرف لكن قصدي لو جماعتين دول ده دخلوا في الصراع مع بعض لن ينتهي الأمر أبدا سواء يعني بالقضاء لازم يعمى واحد منهم يموت يعمى الاتنين يقضى عليهم إحنا عمنا ما ننتهي بالتعايش أو نعيش مع بعض بمواجهة تطرف بتطرف آخر أو بتطرف معاكس بسألك على شيء واقعي عن الحالة المصرية اليوم بحكم العسكر الموجود وطرف الآخر اللي هو جماعة الإخوان المسلمين أو فينا نقول الجماعات المتدينة بما أنه هاي الترتيب بمصر حسب ما أنا فهمت وأكيد فيك تحاحلي فاليوم بمصر كيف يمكن للمصريين محاربة تطرف العسكر أولا عايز أوضح أن الموضوع في مصر مش معقد قوي هو موضوع سهل جدا ويعني مش متشابك هو الموضوع عبارة عن ناس سيطروا على الحكم السياسي واختنعوا أن هو المنفس لهم من ناحية الاقتصادية من ناحية الحكم فتطرفوا لك أي أن كان الشخص التاني أي أن كان الفكر التاني مش بس فكر إسلامي لأنه حتى الليبراليين حتى الآن معتقلين حتى العلمانيين معتقلين يعني هو حتى الآن مقتنع تماما وعلى يقين أن مجرد نزوله من على السلطة هيواجه كل الصعوبات هيواجه كل الناس اللي قدامه فأنا شايف أن الحل في مصر أنه لازم كل طرف يحاول يتراجع شوية عن الأفكار القاسية في التطرف أو أن وجود حدود يعني حط لنفسه حدود لنهائية للتطرف لا التطرف لازم يقل تدريجي بإقناع الناس أولا خلق الإعلام الإعلام ده أحد سكرا لا الإعلام الحر غير الإعلام اللي بيحاول يفصل الناس فكريا بيحسني أن التطرف ينتشر في مخهم لدرجة أنه بيقيد فكر واحد يقيد اتجاه واحد لكن الإعلام الحر بيودي لنهاته ما تبرر ما تبرر لا لا يخليك تفكر في طريقين بيعرض عليك فكرة ومش بيقولك تعصب ليها الإعلام اللي يقولك تعصب لفكرة ده ما يعتبرش إعلام حر حتى وإن كان مع الثورة ده ليعتبر إعلام حر لو ودك لاتجاه معين ضد اتجاه الآخر لا أنت بتشوف الإعلام مهمته أن يظهر لك يوريك الحقيقة فقط وإنت من جواك تعرض إليه أنا كنت عايز أعلق على جزئية ذكرتها صحية كان قالت أن الثقافات في الإنسان يعني التطرف بينتج عن الثقافات التاريخية أو الفكر اللي أنتجوا عنه التاريخ كله يمكن مش بس كده لا أنا شايف أن الثقافات مش بيجيب تطرف ما فيه ناس كتير جدا حتى الآن يعني هنود الحمر هنود الحمر كانوا لحد ما وصلهم البريطانيين وهم كانوا ناس مسالمين وعايشين في حياتهم عادية جدا وعندهم ثقافات وعندهم كل حاجة ميتة ضربوا يوم ضرب عليهم أقصد أن الفكر الثقافي كل الناس بتعيش على ثقافات عادي جدا حتى الآن فيه ناس مهتمة بثقافات تفصيلية غريبة جدا في الحياة أي أن كانت هي في أساليب الأكل في أساليب بس أنا بظن أنه حياة ما كان أصدهاد أبدا بالمطلق يعني هي أصدها أنه فيه فيه موروث عنف موجود الناس متماسكة فيه وليس مثلا الأتيكات كلها عاتنا منحب أشياء جميلة بالشرق أنا مقصد أنا مقصد أنا بقول دي كمثال ولكن أصدي أن الثقافة الفكرية اللي هي جابها قرون يعني جاية من قرون لأ دي ثقافات بتبني أشخاص وبتبني أفكار عمرها أبدا ما كانت سبب للتطرف ممكن ميتة تبقى سبب التطرف يوم واحد يعني يعني ينحرف فكريا ويقتنع أن فكرته دي لازم كله يعملها هنا يجي من بتتطرف تمام أنا معك بالكلام النظري مية بالمية ولكن كيف سيطبق بالحالة المصرية تعطينا اقتراح عملي لمحاربة التطرفين الموجودين وجهة نظري أنا من وجهة نظري أني عشان تحل الموقف زي كده بكمية التطرف الموجود لازم يكون حد فاصل بين الاثنين لأنه مستحيل تجيب الاثنين خصوم وتحاول تحل المشكلة بينهم هما الاثنين بس اللي حلوا المشكلة بينهم هيفضل خصوم طول عمرهم يعني باعتقادك ممكن يتم تأسيس حكومة مستقرية على الأقل الحكومة اللي ماسكة دي تفهم أني تدي راحات سياسية أن يمسك حد بديل حتى وإن كان مش من الإسلامين عمتا حتى وإن كان مش من الإسلامين يمسك بحيث على الأقل تدور السلطة يقلل من التطرف الموجود في الطرفين والفكر المتعصب يحاول يهدى شوية عند البشر بحيث إيه أنت الناس اللي مات لها ناس والناس اللي مسجول لها ناس والناس اللي عنها التانية يخايف أن اقتصادها يتضرب لأ يحاولوا يلاقوا أن الدنيا هماشي خلاص والحياة بدأت تتحرك وحاول تقلل من التطرف لازم تعيش لازم الطرف والطرف الآخر يتفاهم فعمره ماش حصل جدا غير لما يتفاهم مع بعض أو يكون في طرف يوصلهم ببعض يعني أنا اللي بفهمه من حديثك كاملا أنه في جهتين متطرفتين كتجربة مصرية مفروض يكون فيه تيار تالت واللي هو التيار المدني المفروض لما هو متطرف لا عسكريا ولا إسلاميا هو الممكن يعني بالوسطية ممكن نحارب التطرف اللي عم بصير وصلتي إلى حد الفكرة بتأتي إن شاء الله الحمد لله ننتقل بعدها لحياة اللي كمان على السريع بما أنه ما ضل الوقت كتير بالبرنامج الوسطية اللي وصلنا لها بعد جهد جهيد مع الأستاذ معاذ هل الوسطية ممكن تقدر تحارب التطرف كالتيار التالت أو التيار المدني أو التيار الفكري أي حدا وسطي بالحياة هل بيقدر يحارب المتطرفين إن كان فكريا أو ثقافيا أو دينيا أو إلى آخره؟ أولا أنا برأيي لا يلزم أن نوجه الجهود لمحاربة التطرف يعني التطرف رح يكون موجود في حياتنا في مجتمعاتنا شيء عنده علاقة أيضا بطبيعة الإنسان بطبيعة المجتمع الشيء المهم هو أن نحارب ونعمل كل مجهوداتنا لحتى لا نوصل إلى المرحلة المتقدمة للتطرف وهي التعصب وهي العنف وهذا الشيء الوسطية الحوار التفكير مشاركة جميع الأطراف في حل المشاكل في الحوار مع بعضها يلعب دور جد مهم لعدم الوصول لهذه مراحل العنف والوسطية فيها تلعب دور لكن أنا في رأيي الحوار هو أهم شيء وأيضا أننا نقتنع بأن مصيرنا مصير واحد في النهاية مين لمصير ومصير واحد؟ مصير المجتمع يعني مجتمع واحد فيها يعني كثير فصائل أو منقسم إلى كثير أجزاء يعني مو واعية أن مصيرها في النهاية مصير واحد وفي الاتحاد قوة أم برأيك في حدا عم بقدر يفكر بهذا الشيء أو ممكن يطبق بالعالم العربي؟ إذا في حدا يفكر بدون نعم لكن ما نشوفهش هالشي ما نشوفه لأن فيه في كتير في شيء كتير مهم هو الإعلام يلي هو الإعلام يلي تطور كتير وأخذ مكان كتير في حياتنا اليومية لكن تطور الإعلام وتطورت وسائل الاتصال لكن العقليات لم تذهب في نفس الطريق مع هذا التطور العقليات يعني كتير أبقات متخلفة مقارنة مع هذا التطور التكنولوجي والعلمي لهذا الشيء يعني لازم تكون عندنا القدرة لحتى نتكف حتى يكون عندنا القدرة لنواضب مع هذا التطور العلمي ومع الأسف مع الأسف لا توجد الآن لأنه الإعلام في النهاية ما بيخدم مصلحة المجتمعات أو مصلحة الشباب لأنه في النهاية هو مؤسسات ذات هدف ربحي مسيسة والشيء المهم هو الحوار داخل المجتمع وخاصة بين المركبة المهمة هي الشباب السؤال بس بما أنه قلتي أنه الإعلام مسيس وموجه فمو ممكن يكون المكان لنشر الوسطية أو الحوار أو إلى آخره وبالإضافة للتكنولوجيا المتطورة اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي أو إلى آخره اللي كمان ممكن تفتح مجالات للحوار كمان نحن ما عم نقدر نستخدمها ما هو الشيء الذي يمكن أن يكون موجود بالعالم العربي لا نفتح مجال الحوار لا نفتح مجال تقبل الآخر إلى آخره هل برأيك هذا الشيء بس بالحوار ولا بدنا نرجع لمؤسسة الدولة من أولا التعليم الطب الفقر كل شيء موجود بمجتمعاتنا العربية بشكل عام ولا بمجرد الحوار وأنه نحن نفتح ونتقبل الشخص الآخر ممكن تحل الموضوع لا طبعا يعني الحل مو بمجرد الحوار أنا بشوف أنا في رؤيتي بشوف بأنه في العالم العربي في الجزائر في منطقة الشرق الأوسط عنا طاقات اللي هي استخدمت منذ راح أخذ مثلا مثال الجزائر وعنا منذ استقلال الجزائر عنا طاقات طاقات طبيعية اللي هي البترول والغاز اللي هي استخدمت من أجل بناء البلاد ومن أجل خدمة خدمة السياسة لكن في عنا طاقة واحدة لم نستخدمها بعد اللي هي الطاقة الشبابية طاقة الشباب أنا في رأيي استثمار هذه الطاقة هو راح يلعب دور كبير في أن نواجه مشاكلنا الاجتماعية والمشاكل التعصب والتطرف كيف نستثمر هذه الطاقة يعني الشباب راح يلعب دور في بناء المجتمع وراح ينمو عندها الإحساس للانتماء للبلد ما راحش يعيش داك المجتمع وبعدين يلقى فقط التطرف أو التعصب اللي راح يتكفل بأسئلته وطبعا حتى تستثمر هذه الطاقة لازم يكون رغبة سياسية رغبة اجتماعية العائلة تلعب دور نرجع للمفهوم الشمولي اللي بده مؤسسات كاملة تشتغل حتى تقدر توصل لها مفهوم التطرف بعد الفاصل بما أنا راح توقف مع فاصل تاني بدنا نحكي عن موضوع التطرف اللي بيشوفوا البعض أنه هو لعبة الدول الكبرى لترسيخ التفريق بين الشعوب ونرجع لموضوع نظرية المؤامرة وخلافة من النظريات ولكن مستمعينا بعد ما نرجع من الفاصل نحن وانتم مستمعينا بعدنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من استوديو راديو وطن بساعة حوار مع الشباب العربي وعنوانا عن التطرف وانتشاره بعالمنا العربي حاليا أو بالأحرى كنا قبل الفاصل نتحدث عن الوساطية ودورة بحرب التطرف وعن الفراغ الفكري والثقافي الموجود بالوطن العربي عامة لمحاربة التطرف والذي يملأ التطرف بعد موجود أشياء أخرى بالفكر العربي وحاليا بعد الفاصل لن نحكي عن موضوع شاغل الشباب العربي بشكل عام وهو مثل ما ذكرت قبل شوي أنه هناك من يرى أن التطرف هو لعبة الدول الكبرى لترسيخ التفريق بين الدول وبين الشعوب كيف لعبة أمريكا أو الدول الغربية بشكل عام على وطر التطرف سواء الفكري أو الديني طبعا فيه كتير أمثلة لحنا أخذها ولكن منكم مو مني وبداية معك أمير اللي رح تحكي لنا هل بتشوف أنه فعلا الدول الغربية أو أمريكا إلى دور كبير بتوجيه الشرق الأوسط لتطرف حسب الدراسات اللي عملوها العلماء بعلم الاجتماع فشافوا أنه سكان البلدان الفقيرة اللي بتعاني من مستويات تعليمية دنيا ومستويات فقر هي بتنشط فيها أكثر بتنشط فيها التطرف بشكل أكبر من الدول المتقدمة ولكن مين اللي وصل بلادنا مين اللي وصل هالبلدان هاي لأنها هي تكون بلدان فقيرة وفيها جهل وأمية وبعد فترة يكون فيها تطرف إذا بنا نحكي بس عن نظرية مؤامرة وأنه هنا بتآمروا علينا وأنه أمريكا هي دائما رئيدة أنه تساوي عنها تطرف فهذا الشي غلط ولكن هي أوجدت الأدوات هنأوجدوا الأدوات لأنه يصير عنا هذا الشي وقت اللي هنم بيدعموا أنظمة دكتاتورية وبيدعموا أنظمة عسكرية فبالتالي هنم بيكونوا بالإيد اليمين عب بيدعموا هالأنظمة هاي وبالإيد اليسار عب بيقولوا للتطرف عب بيقولوا للجماعات اللي هي عندها اللي عب تتعاني من قمع أو عب تتعاني من ظلم أنه هي تطلع وتكون متطرفة باتجاهها السبب السبب لأنه اللي عانى من التعنيف من الأهر من الاعتقالات وهالأصص هاي رح يكون يوما ما بعد فترة وقاله رح يطلع رح يمارس هذا الشي رح يمارس هذا الشي فالدول الغربية دعمت هذا الشي بأنه هي أوجدت أنظمة أنظمة تخلي الشعب دائما بحالة ضواجان بحالة جوة بحالة فقر بجهل أوجدوا البيئة النشطة لأنه ينشط فيها تطرف بس أنا سألت عن السبب ليش أوجدوا البيئة النشطة لنكون نحن شعب ضايج ولنكون نحن شعب بهذا الشكل اللي احنا موجودين فيه استمراره استمرار أمريكا لإشغال العالم الغرب متوقف على فوضى الشرق الأوسط مو موضوع فوضى السياسات الغربية أو بالزاد سياسة أمريكا بالأربعين سنة الماضية كانت هدف دائما إشغال المناطق أنه يكون فيه دائما فيه هدف أكيد فيه هدف ومن وراء هدف استعمارية طبعا مهنن سيطروا سبب بالنهاية فيه أمور اقتصادية مهنن بدي يسيطروا على المناطق هاي سيطر عليها وقت لي صارت حرب أفغانستان هنا كانوا مستفيد وبالعراق كانوا هنا مستفيد اقتصاديا اقتصاديا طبعا ما هي اللابة بالنهاية هي لابة اقتصاد تماما هذا اللي حابي وصلنا معك هي بالنهاية لابة اقتصاد تمام إذن أنت بتشوف أنه فعلا فيه توجيه أمريكي أوروبي فيه توجيه غربي لأنه يكون فيه مثل ما ألت لكنه بيدعمه طرف وبيدعمه الطرف الثاني يعني بالإيد اليمين عب يدعمه كانوا الأنظمة كلها وبالإيد اليسار كانوا هنا عب حركوا هالتنظيمات هاي برأيك كم حدا من الشعب السوري بما أنك سوري بيشوف الموضوع من هاي وجهة النظر أنه أنا عم بندعم من نفس الجهة اللي عم يندعم منا مثلا النظام السوري أو الكتيبة الفلانية تدعم من نفس الجهة التي تدعم الكتيبة الأخرى كم قليلين كتير اللي حسنانين يوصلوا له لهالمفهوم برأيك مو وصلوا ملأوا جدوى من أنه يفهموا يمكن عايشين الأمر أمر واقع يعني صار بالنسبة لهم صار بالنسبة لهم متعايشين مع الموضوع بالبداية كان كنا بمرحلة إنكار بعدها صار تعايش متعايشين مع الفكرة أوكي خلال تمام بما أنه معك لسا دقيقة تحكي فيها هل برأيك أطماع دولية بسوريا رح حنشوفها بعد ما تنتهي الحرب يعني حنشوف استثمارات رحنشوف يعني مشان يأكدون لأنه فعلا كانوا هنا سبع بلين وشوفين معنه صاروا خلاص صاروا خلاصين يعني مو تحت الطاولة عم نحكي بشكل علن أكيد 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 فيه أطمع لأنه بالنهاية مثل ما درسونا بالجغرافي أنه تتمتع سوريا ما هو هون الفكرة اللي بتنشع منها منظرية المؤامرة بلدنا استراتيجية أيوة أنه نحن الموقع الوطع العربي وتتوسط الوطع العربي وقلب العروب النابض هذا الشيء فأكيد رح يكون فيه أكيد رح يكون فيه مع الأيام ننتقل بعد إذنك شكرا لمشاركتك أكيد منتقل فورا لصديقنا معاذ يلي عم بشاكس كعن بس بده يحكي فاتفضل إلنا وجهة نظرك بتشوف أنه فيه فعلا لعبة دول كبرى موجودة بسم الله أنا طبعا أشكرك أننا تبقى التاني واحد في المرة دي يعني أنا كنت شايف أني مش بس هي بتحاول تفتت دولة عربي عشان الاقتصاد يعني هو ذكر الاقتصاد وهو كان الخلاصة اللي بيتكلم فيها أني هما أو الغرب عمتا بيحاول يفتت الوطن العربي ليستغلوا اقتصاديا وكا أنا شايف أنه مش بس كده دايما القوي بيحب أن يكون يفضل الأقوى ويفضل موري الكل لأنه هو أقوى واحد فأمريكا كان محافظة على ده حتى الآن برأيك برأيك أنه الدم والأتل وتدمير بلدان بأكملة لكي أبقى الأقوى أمريكا ما موتتش بلدان بأكملها عملت أوعر من كده أمريكا كانت أزكى من أنها تنزل تضرب أوعر يعني أكثر أوعر عندنا أكثر صعوبة أو أكثر قوة المقصد أن أمريكا ما نزلتش بنفسها تضرب لأن ده هيكسر من هيبتها هيحصلها زي ما عملت روسيا بالزبط في ششان روسيا كانت تحت سوفيتي كان أكثر من عشر أضعاف قوة أمريكا ولكن يوم ما نزل قدام جماعات صغيرة جدا قضت على تحسي بيتي خلت روسيا اللي هادواتي يقالد نهاية جيش في العالم سؤال بس صغير قبل ما ننتقل سيد عبدالوهاب دي سألك برأيك الثورة اللي حصلت بمصر كمان كانت مدفوعة من الغرب أو إلى آخره والله كل السورات في الوقت العربي كانت عبارة عن تفريغ كبت ممكن من ناحية تانية نقول أن أمريكا ساهمت في أن السورة تنجح ليه؟ عشان تحسس الشعوب أن أنا فرغت لك اللي عندك أديك الطاقة بتاعتك نجحت ولكن سوريا ليه ما نجحتش؟ لو أنا عايز تكلم من ناحية السورية لو أتكلم عن الجانب السوري أتوقع أن سوريا كان لها مطمع تاني سوريا موجود فيها أكتر من أربع فصائل عايزين ياخدوا المكسب بتاعها وكل مكسب وكل فصيل بيحاول القاوم عشان ياخد هو أكبر مكسب عشان كده حتى الآن لم نتصل في الطرف على التاني يعني نحنا غلبنا أمريكا مش غلبنا أمريكا أمريكا لم تغلب روسيا لم تغلب إيران حتى الآن هي بتجر كل الدول العظمة في العالم لأنها تدخل معارك مع بعض ليه؟ عشان في الآخر تفضل هي القوى العظمة يعني آخر خلاصة بتحول كل دولة لدويلات وكل دويلات كل دويلة صغيرة بتحول تفتتها فكريا بحيث يقعدوا في الصراع تطرفي إلى مدى العمر وهو تفضل هي القوى شكرا للمشاركتك إذن عندنا سبب الاقتصاد والسبب الثاني أنه بتستمد قوطها من الفوضى من روح لعند الأستاذ عبدالوهاب اللي ما كتير أخذنا منه أراء اليوم بدي أعتذر منك أولا وأسألك عن المؤمر اللي كنت عم تحكي فيها من الأول وانت ضد هذا الفكر بنسأل على السريع أنه هل بتشوف أنه هناك من يدير لعبة التطرف من قبل دول الأخرى بالشرق الأوسط؟ أنا لست ضد نظرية المؤامرة في نفس الوقت أنا لست مع نظرية المؤامرة لكن كيف نوازن أنه عندنا أسباب ذاتية ليس عندنا مناعة في نفس الوقت هناك مؤامرة تمارس ليس في الخفاء الآن أصبح الأمر يمارس في العلم أمريكا جاءت إلى الشرق الأوسط تريد أن تغير خريطة المنطقة تعيد رسم خريطة المنطقة من جديد وسمت شرق أوسط جديد مرة شرق أوسط كبير مرة نادت بالفوضى الخلاقة هي تريد تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم وهذا ليس كلام نظري هي بدأت في الفعل أرسلت جيوشها إلى المنطقة وخذت حروب ودعمت أنظمة وإلى غير ذلك لكن الحقيقة أن أمريكا لا تستطيع أن تمرر مخططاتها التآمرية إلا بوجود طبور خامس من الإعلاميين من السياسيين حتى من ما يسمى برجال دين إلى غير ذلك هؤلاء هم للأسف من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلساننا لكن حقيقة هم صنيعة الأعداء هم الذين يمررون هذه المخططات التآمرية علينا لابد من حالة من اليقظة والانتباه وإعادة ترتيب الأوراق حتى يعني نعرف من هو العدو من هو الصديق حقيقة بالنسبة لهذا القضية قضية خطيرة جدا يعني في العراق قسموا العراق تقسيم طائفي سنة وشيعة وتقسيم عرقي عرب وأكراد وفي لبنان مولاء ومعارضة في فلسطين فتح وحماس في السودان تقسيم مناطقي شمال وجنوب في المغرب المغرب وجبة البولوساريو ويعني هلما جرى المصر وأزمة الأقباط إلى غير ذلك إذن هذه المؤامرة هي تمارس في العلن ليس في الخفاء لكن نحن ما هو واجبنا ما هي الأمانة التي نحملها ماذا يعني يحتم علينا الواجب أن نفعل اتجاه ما يحاك ضدنا حقيقة لا بد من قضية الوحدة أنا يعني ذكرت ذلك آنفا وأعيد وأكرر قضية الوحدة والاتحاد والتلاقي والتآلف ونبذ كل أسباب الخلاف والنزاع والفتنة والفرقة حقيقة أنه قضية الإسلام غير محصور في جماعة أو في مسميات أو مصطلحات أو عنوين أو شعارات الإسلام يحتوي كل هذه المسميات وكل هذه الشعارات وكل هذه الجماعات حقيقة يعني فإنما المؤمنون إخوة إخوة تحت ما ظلت لا إله لله محمد رسول الله حتى أنا أجيب مثال من التاريخ لأن الأمة التي لا تاريخ لها لا حاضرة لها ولا مستقبل يعني لما بلال كان حبشي صهيب كان رومي سلمان كان فارسي هؤلاء هم الذين قدموا للدين والدعوة والرسالة بس ولكن أنت ذكرت مصر موضوع الأقباط والتقسيم فرجعت ذكرت حضرتك هلأ أنه تحت راية لا إله إلا الله ونحن نعرف أن الشرق الأوسط غني جدا بإثنيات وطواف وأديان وانتماءات فحضرتك هلأ ما بجملة واحدة أقسيت عدد كبير جدا ألا يعتبر تطرف بالعكس هذه النصارى اليهود عاشوا في ظل الإسلام لماذا يجب أن يعيشوا في ظل الإسلام في أمن وأمان لماذا؟ لأن الإسلام وفر لهم الأمن والأمان وفر لهم الأمن والأمان يعني نحن للأسف دائما نحاول أو البعض البعض يحاول أن يربط قضية التمييز العنصري أو قضية التطرف في الفكر الإسلامي يعني أنا أعتقد أن الفكر الإسلامي بعيد كل الوسطي بعيد كل البعد صرنا حلقة كاملة نحن نقول من هو الذي يحدد الوسطية من هو الذي يحدد الأمن والأمان أنا قصدت عبر ميراثنا التاريخي عبر ميراثنا التاريخي لو راجعنا أحداث التاريخ في يوم من الأيام لم نمارس التطرف الديني أو عفوا الإرهاب الفكري ضد هذه الأقليات بالعكس يعني باعتبارها أقلية كمان ما بتحس القول مجحف بحقها باعتبار المسلمين هنا الأكثرية هذا هو الواقع يعني أنا لم نأتي بشيء من عندي هذا واقع يعني واقع في تعداد السكاني هذا واقع الآن الآن لكن كيف القضية قضية كيف تعامل المسلمون مع هذه الأقليات عاشوا في أمن وأمان وأخذوا كل حقوقهم بالعكس يعني حتى هذا موجود في القرآن أنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم يعني علاقة التي تجمعنا بالنصار واليون يعيش معنا داخل مجتمعاتنا من غير هي علاقة تقوم على المودة على البر على العدل هذا واجب ديني وواجب أخلاقي في نفس الوقت لكن لو في المقابل نظرنا إلى المسلمين الذين يعيشون في الدول والمجتمعات غير الإسلامية سنجد التمييز العنصري سنجد الظلم والاضطهاد الذي يمارس في حقهم فيعني حتى نخرج من هذا الموضوع يعني بفائدة مرجوة يجب أن نعزز ثقافة قبول الآخر ثقافة الحوار احترام الرأي والرأي الآخر تعدد الثقافات لكن هذا كله يعني يجب أن يكون أيضا بضوابط يعني أنا لست تحت مسمى الحرية أن أقوم بالطعن والتجريح والاستهزاء والسخرية بمعتقدات الآخرين هذا لا تسمى حرية هذا اعتداء على هذا التطرف من ناحية أخرى أيوة من جهة أخرى بدي اعتذر منك جدا وأشكرك لأنه لازم بس ديئة واحدة معك يا حيات بختام الحلقة هل بتشوفي أنه من أحد أو من أحد المؤامرات أو تدخل دول الغربية بالشرق الأوسطية فتح باب حرية المرأة لأن نشوف تطرف بموضوع حرية المرأة من جهة وتطرف بالتحفظ على حرية المرأة من جهة أخرى يعني بالنسبة لحرية المرأة هي الآن تعيش حالة تطرف لأنها ليست مضمونة لحد الآن وأول عامل اللي راح يلعب دور لحتى تكون حرية المرأة حقيقة في المجتمع هو المجتمع بحد ذاته يعني راح يكون جزء من تقدم هذا المجتمع وليس أنا كان سؤالي هل فرد من الخارج على الشرق الأوسط لا يكون مدخل زراعة الفوضى بشرق الأوسط أنا برأيي لم يفرد بطريقة حقيقية شكرا لك حيات بدي أشكركم جميعا شباب اللي رفعتون اليوم عبدالوهاب زيدان من فلسطين شكرا لحضرتك السيدة حيات بوهالي من الجزاء شكرا لك السيدة معاذة محمد سعد شكرا لك من مصر وأمير عانداني من سوريا شكرا لكم مجتمعينا للأسف وصلنا لنهاية حوارنا لليوم وصلنا لنهاية الساعة المفتوحة على الهواء اللي كنا مرافقينكم فيها وبظن نستشوف بنهاية حديثنا عن أن التطرف مهما كان سواء تطرف نحو طرف متشدد أو تطرف نحو الوسطية هو أمر يهدم المجتمع والعقائد بشكل كامل فهو كما شبه البعض بالسرطان كلما قومته بالطريقة الخاطئة كلما زداد شراسي كان محوار النقاش على هوطن إفهم اليوم هو تطرف هل هو موروث أم ممارسات دول القطب الواحد طبعا بالنهاية بدي أشكر جوفي وأشكر بالإعداد الأستاذ طارق نعمان وبالتقديم كنت معكم أنا والعواد وبالإخراج جافي راس جود من فريق وطن إفهم أتمنى لكم صهرة سعيدة وإلى اللقاء